يقول أنا من مراكش في المغرب لمجموعة من الأسئلة أرجو استعراضها أمام فضيلة الشيخ سنأخذ السؤال الأول ونرجي إن شاء الله بعض الأسئلة إلى حلقات قادمة بحول الله يقول رسالتي هذه تحمل إلى سماحتكم إنها تحمل موضوع أن يدور حول النفس الإنسانية هناك نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس أمارة بالسوء للأسف الشديد نفسي في خانة النفس اللوامة لأني لا أحب فعل السوء والإثم والفاحشة لكن لا أستطيع المقاومة وبعد ذلك تنتاب للحسرة وألوم نفسي لوما شديدا كيف أخرج من هذا النفق المسدود وأتبين ما يصلح نفسي وهذا العوجاج فيه هذا هو سؤالي في فقرته الأولى هذا علامة خير إذا كنت تسوءك الخطيئة وتضايقك المعصية إذا فعلتها حتى تتوب منها فهذه علامة خير وعليك بمواصلة التوبة والابتعاد والابتعاد عن المعاصي قد جاء في الحديث أن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن فوجود هذا في نفسك هذا علامة خير ولكن عليك بإلزام نفسك بطاعة الله ورسوله والابتعاد عن المعاصي وإذا استعنت بالله فإن الله يعينك والنفس اللوامة تترقى إلى أن تصل إلى النفس المطمئنة إذا أخذ بها صاحبها إلى الخير قال تعالى قد أفلحها من زكاها وقد خاب من دساها فالواجب على المسلم أن يأخذ بزمام نفسه ولا يستسلم للأهواء والشهوات والشياطين التي تزين له السوء فالعليه أن يأخذ بزمام نفسه إلى طاعة الله ويستعين بالله والله يعينه نعم